مارسل كولر بيرفض اختراح بيقدمه بعض عضاء الجهاز المعاون بشأن الاستعانة بردى سليم والاستعانة بأشرف داري بشكل أساسي في مباراة القمة أمام الزمالك ومباغدت باء الخصم مصادر داخل نادي الأهلي أكدت أن كولر مقتنع جدا باستمرار ياسر إبراهيم جنب رامي ربيعة شايف أنه لو حصل في تغيير حيكون بعد مباراة القمة خاصة أن ياسر إبراهيم لعب جنب ربيعة في مبارتين جرمهية ذهابا وإيابا وظهر بشكل كويس جدا مع رامي ربيعة كولر برضو مقتنع بفكرة أنه خايف من أنه يحرق أشرف داري في مباراة مهمة مباراة كبيرة زي مباراة الزمالك وكمان طبعا مباراة مصرية هي مباراة واحدة ببطولة زي مباراة السوبر عشان كده هو شايف أنه استمرار ياسر جنب رامي ربيعة حيكون ده أفضل لكل الأطراف بنفس الطريقة كولر قناعته أن الشحات بيرسيتاو ووسام أو علي أفضل سلاسي هجومي قادر على قيادة تشكيل نادي الأهلي في مباراة السوبر وأن رضا سليم حيكون ورقة رابحة يمكن لمارسل كولر أنه يستعين بيها يمكن هو يستخدمها يلعب بيها في الشوت التاني ترجمة نانسي قنقر